بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة اخرى نكمل بقى ونعمل انهانس على الكلام ده ونيجي في النهاية ناخد الفاليديشن دي ونخليها في نهاية الشروط اللي عندها بالشكل ده وكل مرة انا هعمل هنا قيمة ودخل على قرية رئيسية وابدأ اخد القرية رئيسية ديت وسندها هنا هقول اه مثلا اتريبيوت انا هسميها اتريبيوت فهاجي بقى هعمل نفس الاتريبيوت ده هنا وهيكون نوعه قرية بالشكل ده بحيث ان كل مرة هو ينزل بشرط يديني القيمة ويخزنها لي هنا ازل نهية اندكس فاخد انا بقى القيمة دي وامسح الكلام ده كله بالشكل ده فابدأ كل سطر هو يعبيلي القيم بتاعتي فلو كانت لو كانت كزا او كزا او كزا نبدأ نشوف الكلام ده في المستقبل بس خلينا نعيد مرة تانية الكلام ده بحيث ان انا كل مرة هعبي الاراي دي هنا فبالتالي ممكن انا جي بقى هقول شرط كده لطيف اف ناط امتي اند ان الكونت خلينا نقول اند از اراي اند بالشكل ده كده او بلاش خلينا نقول اند خلينا نقول اند اللي هي الاندتي الكونت عدد القيم اللي جوه الاراي ديت اكبر من صفر شغال لي الوايبل وحطيلي عليه القيم بتاعتي فبالتالي نعمل مرة تانية هيجي برضو يدي نفس الكلام فبالتالي لو رجعت اه على الابلود وشيلت انا الاندكس ده وجيت هنا قلت كده هيقول لي ان الايميل يجب ان يكون وهيقول لي تست بس هنا انا بقول له تست اللي هو اه اه الفاليو وانا عايزه ياخد الاتريبيوت اللي هو بتاع الامبوت عشان يعني ايه يعني ممكن اخليه عصد هو كده واخد اه اسم الفاليو اللي جاية من الامبوت وانا مش عايزه كده انا عايزه يعمل لتشنج للاتريبيوت عشان يطلع الايميل اللي هو الامبوت بالشكل ده كده اوكي فبالتالي دي الفكرة ان انا اخليه يترجم ممكن اخليه يترجم كمان الايميل ده بحيث ان انا اخلي الاتريبيوت ده ياخد تاني فبالتالي انا ممكن ناجي هنا هقول له ترانسليت عفوا ترانس و هيكون كده بالشكل ده نل يعني ممكن اه نعبيه وممكن ما نعبوش فازاي بقى ان انا اخد الترانسليت ده واخليه بشرط اف ان الترانس ده غير خالي يبدله بالاتريبيوت ويبدأ يشتغل عليه فبالتالي هقول ريل او فاينل اتر فهاجي هنا هقول اف ان ان اه الترانس هقول is not null not is null للترانس حطي لي الترانس خد الاتريبيوت اللي جاي من اول برامتر بالشكل ده فبالتالي لما اخد اقول له هنا اقول للفاينل اتريبيوت بالشكل ده في المنطقة دي كده فيبدل لا الترانس دي فيها value ياخدها مفيش ياخد اللي هي القيمة دي ممتاز فبالتالي انا ممكن اجي بقى هنا في الابلود نقفل بقى الاندكس نجي الابلود هنا هقول له يلا خد لي الترانس اسمه طبعا من المين اسمه ايميل بالشكل ده فبالتالي هروح رايح على المين وهقول هنا مثلا ايميل البريد الالكتروني فبالتالي انا هنا ههو بدلتم وخليته البريد الالكتروني الامبال المفروض بقى Aنا هقول FIFSE كده عامل resubmit بحيس ان هو يقول كده البريد الالكتروني يجب ان يكون البريد الالكتروني فبالتالي لازم خلييني بقى مع كل اتربيوت ممكن اجعل اللي وحط كده علامة زي كده بحيس ان هو يديني شكل النص بشكل افضل بالتريقة دي البريد الالكتروني يجب ان يكون تمام فبالتالي اقدر بعد كده بقى تعالى هقول له بالشكل ده. فهقول له ان هو بس نحط فصلة هنا. واجي كمان احط فصلة هنا. فهقول له ان دي معناها ان هو اجباري. هقول له اجباري بالشكل ده. فبالتالي اول بقى ما اجي احط طبعا مسلا ان هاجي هنا في المنطقة دي. دي طبعا فهقول ان دي خلينا نقول في الاول ان بالشكل ده. بحيث ان انا ابدأ افصل دي بشكل لطيف كده واخليها از ان هي لوب. فبالتالي اجي في هنا. مش ده اللي هو هنا في المنطقة دي. في دي يبدأ ياخد هو اللي خارجه. فهاجي هنا اقول الرولز عفوا رولز. ودي هتكون حالتها خلينا اقول ان هي آآ سترينج. او بلاش. ممكن اقول ان هي سترينج عادي. فبالتالي هعمل فور ايتش. واعمل اكس بلود. لكل اللي جاية في الرولز از رول. عشان الشرط ده يجي في النهاية كده. يديني الاستاتمنت دي. فاحنا اول حاجة عملناها الايميل. طيب عايزوا يكمل مع اللوب بتاعته. هلو اف ان ال else f طبعا? ان الرول دي بتساوي تساوي required. and is null. عفوا نل. لايه بقى? لل value. اوكي? وهحط كده ان هما يكونوا condition لوحديهم and empty. او or خلينا نقول or empty. خلينا نحط ده بال vertical bar. وقوله or empty. ليه ال value. طب انا عملت ايه? بقوله اني لازم تكون القيمة دي طبعا لو الرول دي جاية. required. عظيم. هل هي null او empty? يعني نل يعني قيمة خالية او empty. اه. هتديني تروه في النهاية. سواء دي او دي. لكن لو دي او دي او دي اه مش متحققين. فهيديني false فالشرط مش هشتغل. فبالتالي اجي اكمل وانزل تحت كده. وهقول بقى عندي ان ده required required مش عفوا. required بالشكل ده. فبالتالي هيروح مديني قيمتين. واحدة لل required واحدة لل email. ازا نيجي على ال upload انا عندي required email. فاجي اجرب بقى المرة دي هقول ان انا هرجع اعمل refresh. هيقول ال error ده بس. طيب لو رجعت انا وببعدتش اي قيمة وعملت send. هيقول لي اهو. البريد الالكتروني اجباري. البريد الالكتروني يجب ان يكون بريد الالكتروني. فرجع لي two error. طيب ممتاز جدا. فبالتالي هو هنا كده اهو ميدي لي email وفي قيمتين واقدر اجيب القيمة. فلو شالت ال email ده خالص هيديني كل القيم اللي جاية من ال validations. فطبعا هنا عايز اعمل حاجة. عايز ارجع بدل ما اقوله ان هي null. خلينا اقول له لا يرجع كل ال global validations. حتى لو كانت هي خالي. بالشكل ده. فبالتالي لما اعمل refresh هيديني ال email بشكل مفاصل بس هنا عندي error. قال لنا ديت اه في هنا لازم يكون متعبي. فهقول ان هو حالته اه بالشكل ده. وهقول كمان ان ال offset ده اه is not null. اقول if not is null. وكمان ان هو ال set فهيكمل. هيدور على ال offset جوه ال validations اللي ايها هيدبعها. ما لايهاش هيرجع ال validations كلها ال public او ال global validation اه variable اللي احنا هعملينه فوق هنا. فبالتالي لما اعمل refresh كده هيروح مديني بقى ال email وهيديني ال to value اللي جوه ال array بتوعي. فبالتالي عملنا ال required كده. ونكمل مع جزء جديد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.